لنقاش آخر المستجدات حول ثورة تشرين يحضر معنا في ستوديو العراق اليوم الكاتب والبحثة السياسية دكتور فارح خطاب أهلا بكم دكتور مرحبا بكم دكتور في آخر حصيل عن المتظاهرين الذين سقطوا بنيران القوات الحكومية سقط أربعة متظاهرين مؤخرا في بغداد اليوم فقط كيف يفسر هذا القمع المستمر واستهداف فئة الشباب تحديدا في هذه الثورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم سقوط عدد من الشهداء كل يوم يشير إلى مسألة مهمة هي استمرار هذه الثورة عدم توقفها عدم رضوخها للأمر الواقع والأمر الواقع هو عبارة عن حالة قمعية متوحشة تضرب بكل ما أوتيت من خسة وليس من قوة لأنه عندما يوجه أنا اليوم رأيت بعض الصور لرؤوس حقيقة يعني لا يمكن أعرضها حتى يعني رأيس مهشا بطريقة عجيبة يعني ما هو نوع السلاح المستخدم وبالتالي هذا كما قلنا سقوط الشهداء والجرحة يدل على استمرارية وعنفوان هذه الثورة وبقاءها على قيد الاستشهاد أما لماذا يعني السؤال كان لماذا يستهدفون فئة الشباب يستهدفون فئة الشباب لأن الشباب هم عماد هذه الثورة الشباب هم العمود الفقري لهذه الثورة هم الذين أخرجوا بهذه الثورة وبدأوا بها وسيخرجون بها منتصرين الحديث عن الاستمرارية دكتور يقودنا للإشارة إلى ذوي الشهداء الذين خرجوا اليوم للمطالبة بالقصاص العادل لدماء أبنائهم الذين سقطوا بنيران القوات الحكومية إلى أي مدى يعد هذا جزء من الاستمرارية وأن أهالي الشهداء أيضا سيستمرون في ثورة تشرين هذا سؤال مهم هذا جانب مهم قد لا يسلط عليه أحد الأضواء البعض سلط عليه الضوء ولكن قليل نقول القصة لما تنتهي بعد القصة لما تبدأ بعد قضية الثأر للشهداء سواء بالقصاص العادل بالمحاكم المشروعة سواء بأي طريقة أخرى لكن هذا الدم لن يذهب سدى هؤلاء الشهداء لديهم أهل لديهم أقرباء لديهم عشائر والعراق كما نعلم مجتمع عشائري مجتمع قبلي يعني فيه القبلية كبيرة وهؤلاء كلهم أصحاب جذور وأصحاب يعني علاقات واسعة وبالتالي سوف تكون هناك صفحات وصفحات مغيرة سواء كان الاقتصاص منهم عن طريق القانون والمحاكم أو إذا كان هناك شيء آخر ستكون هناك دماء لأن هؤلاء ليسوا مبطوعين ولا مبتوتين دكتور كان هناك تصريح أخير لعبد العبد المهدي يصر فيه على أن القوات الحكومية لازالت في حالة دفاع عن النظام عن أي نظام تدافع هذه القوات بالذخيرة الحية وتستهدف المتظاهرين السلميين اليوم ورد في الأخبار عن منظمة أظن دولية أنه خلال أيام من الثورة أو الانتفاضة أو التظاهرات التي وقعت في إيران سقط حوالي 450 هؤلاء لأنهم يدافعون عن نظام الولي الفقيه يدافعون عن نظام إيران وهم مجرد دماء في بغداد وبالتالي يدافعون عن من يدافعون عن نظام تهران يدافعون عن ولاية الفقيه بهذه الكيفية هم يعني قدوتهم وأسوتهم هذا الولي الفقيه الذي قتل خلال أيام 450 وربما العرب الأكبر طبعا فهم يدافعون عن من يدافعون عن وجودهم عن ن Beginning نهبهم للمال العام يدافعون عن هذا النظام المتهالك الذي فقد كل شرعية طبعا ليست له أي شرعية منذ البداية ليست له شرعية هو وليد هجين للاحتلالين الأمريكي والإيراني كما نعلم ولكنه نظام فاسد يدافعون عن فسادهم أولا ثم يدافعون عن نظام طهران الذي قتل وهم الآن أقوى وعزيمة وشكيمة في القتل لأن إمامهم وسيدهم قتل هذا العدد خلال أيام بسيطة كان هناك أيضا موقف أمريكي لا يزال خجولا إذا قارننا بين التظاهرات في العراق والتظاهرات في إيران التي لم تتجاوز الأسابيع المعدودة لكن موقف الأمريكي كان صارما إزاءها هل يمكن أن تتحرك واشنطن وتنفذ فعلا العقوبات التي تحدثت عنها؟ يعني كما تفضلت بخجل الخجل ليس مبرر ولا معقول ولا مقبول طبعا ولكن الولايات المتحدة واشنطن عندها حسابات وحسابات ليست بالضرورة يعني مقبولة وليست نزيها للأسف هي تعالج تعامل إيران كما تعامل العراق كما لا تعامل إيران بالنسبة لها إيران مسألة سياسية ومسألة كذا لكن في العراق الوضع مختلف تماما واحدة من الأسباب هم لحد الآن يحاولون فرض من وراء هذه الثورة العملاقة في العراق لأنهم لم يقفوا حتى الآن على قيادة هذه الثورة وعلى يعني من يسير هذه الثورة وعلى حجم وكمية التظاهرات وعلى كمية المشاركين فيها وعددهم ونوعهم فهم طبعا يترددون بما نسميه خجلا ولكنهم في الحقيقة يحسبون حساب استراتيجي لأن العراق يهمهم ولأنهم لا يردون التفريط بالعراق من خلال التعامل مع مجهول لحد الآن يعتبروا مجهول وجه آخر من التظاهر والاحتجاج تجلى في غلق المصافي النفطية في الجنوب كيف تفسر هذا الموقف الذي اختاره المتظاهرين طبعا نحن نعلم جيدا أنه كل ما يتعلق بالنفط هو قضية استراتيجية قضية قد تحرك هذا الرأي العام الدولي الميت الذي يعني شريان عروقة ليس الدم إنما النفط قد يعني يحرك هذا لكن في نهاية المطاف نقول أن المصافي والمصانع ومثلها مثل المدارس هي مواقع يعني مثلها مثل أي موقع يمكن استهدافها من قبل المتظاهرين أو دخوله في قائمة العصيان المدني أو الأضراب الشامل هذه مواقع من حق المتظاهرين أن يصلوا لها من حقهم أن يوقفوا عجلتها لن يكون واقعين لن يكون منصفين هذا النفط العراقي منذ عام 2003 أو لحد الآن بيعا منه تريليون ومية وعشرين مليار دولار أين ذهبت؟ ما حصة العراقيين فيها؟ أين هي المشاريع؟ العراق يخرب العراق في خراب كامل أين ذهبت هذه الأموال؟ وبالتالي هذا النفط من يبكي عليه؟ يبكي عليه اللصوص ومن يتسلم بلا ثمن حقيقي الولايات المتحدة، أوروبا، أوروبا المنافقة التي تنافق هذا النظام في العراق تعقد له حتى الآن يعقدون صفقات سلاح الناتو وغيرهم يعقدون صفقات سلاح مع النظام يقتل شعبه ويقتلوهم بهذه الأسلحة التي يعقدون صفقات معهم الآن إلى أي مدى يمكن أن تكون المصافي النفطية ورقة ضغط بيد المتظاهرين خاصة بعد انضمام أيضا شيوخ العشائر للعسيان المدني وعدم تخريب هذه المصافي لكن إغلاقها مؤقتا هذه أوراق ضغط مهمة كما قلنا لأن النفط حاجة استراتيجية قضية مهمة لأن هؤلاء اللصوص الذين يحكمون الآن باسم حكومة وشرعية وليس لها شرعية هؤلاء يحكمون بما يرد من أموال يحكمون بما يرد من أموال يعني يغذون يرشون يعطون الرشاوة يعطون الأتوات للقتلة عن طريق بيء هذا النفط هذا النفط كما قلنا لم يستفد منه الشعب العراقي وبالتالي إذا توقف فينبغي أن يتوقف لكي يشعر هؤلاء القتلة بحقيقة الموقف وحقيقة وفداحة ما يتعرض له هذا الشعب أمام هذا الإصرار والعزيمة لدى المتظاهرين رغم القمع الذي قبلوا به ورغم كل الممارسات غير الإنسانية التي ارتكبت ضدهم هل يمكن أن تتحقق فعليا أهداف الثورة بعد العسيان المدني بعد الإدراب بعد القمع والقتل الحياة لا تسير إلا بالتفاؤل نحن نتفاؤل لأنه لا نملك إلا هذا التفاؤل ولو كانت هذه الانتفاظة عندما بدأت لم تكن تتحقق التفاؤل يعني هناك من الشباب من يقول أنا ميت ميت فدعني أموت بشرف وكرامة من أجل وطني نحن نقول أن هذه الثورة حققت حتى الآن الكثير الكثير من أهدافها أعادت العراق الهوية الوطنية جمعت الشعب العراقي على ما لم يجتمع عليه من قبل وبطريق سلمي حققت أهداف كثيرة جعلت الناس يستشعرون أن لهم وطن وأن من حقهم أن يخرجون هذه الأهداف لا يكون الاستهانة بها يعني عندما نقول هذه الأهداف تحققت نحن لا نبالغ إذا نقول أن الثورة أنجزت الكثير من أهدافها أما يعني تتويج هذا بنصر حاسم على هذه الطغمة الفاسدة فربما يقع الآن أو لا يقع ولكن المسيرة بدأت الشعب أدرك هويته كفر بالأصنام التي كانت تكبله كفر بكسر قيوده وهذا طبعا إنجاز كبير جدا نحن نؤكد على هذا المعنى هذا المعنى مهم جدا هذا المعنى مهم لأنه حتى لو لا سمح الله لا قدر الله قمعت هذه الثورة فالركيزة البنيان الهوية الانطلاقة جاهزة وسوف لن تتوقف أبدا نحن نرى هذا الإصرار إصرار الشباب يعني ما نرىه والله غريب والله عجيب يعني لم يحدث هذه الثورة لم تحدث حتى في بلدان كثيرة شهدت ثورات يعني شيء غريب وعجيب هناك إصرار عجيب هذا كله يعطينا الأمل في أن هذه الثورة منتصرة هي منتصرة حتى الآن ولكن الانتصار النهائي الحاسم سوف يعني يأتي في وقته وفي زمانه إن شاء الله شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب الكاتب الباحث السياسي كان حضرا معنا في ستوديو العراق اليوم شكرا جزيلا لكم دكتور